الشيطان الأكبر ورأس محور الشر هل آن لهما أن يتعونا؟ هل يمكن حقا أن يتعونا؟ إيران في أعين الولايات المتحدة دولة مارقة والولايات المتحدة من وجهة نظر إيران تمثل كل الشرور سؤالنا هل تتعاون رغم ذلك إيران والولايات المتحدة وتطلاق المصالح لحل أزمة العراق؟ الطلاق رغم عدم وضوح أفقه يبدو حتميا من وجهة نظر كثيرين لكن السؤال عن حدوده وطبيعته نفي أمريكي لأي تعاون عسكري يقابله تأكيد على أن التنصيق ربما يأتي معلوماتيا فقط وداخل الولايات المتحدة نفسها من يقول إن التعاون مع إيران حماقة ومن يجزم أن التعاون معها ضرورة حتمية الثمن قد يكون مساومات حول ملف إيران النووي وهنا يبدو قلق دول مثل السعودية أو حتى إسرائيل قلقا منطقيا كما أنه قد يصطدم بأبعاد أخرى مثل رؤية الدولتين لصيغة مستقبل العراق ومعادلة بقاء المالك في الصورة من عدمه الأهم أنه عند الحديث عن داعش قاعدة عدو عدوي صديق قد تصلح لوصف المسألة هل تتعاون واشنطن وطهران للتعامل مع الأزمة العراقية؟ أي المكاسب يحقيقها الطرفان؟ وأي خسارة؟ موقف دول أخرى كالسعودية ودول الخليج؟ من هذا الأمر كيف ترونه؟ وما تأثير الأمر كذلك على قوة إقليمية كمصر وتركيا؟ نخطط حوار جديدة معي أنا محمد عبد الحميد أهلا بكم وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة هاتفيا على رقم 00442077650211 ونصيا على 0044793040407 أيضا على bbc.arabic.com على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك أو صفحة شخصية على تويتر محمد عبد الحميد بي بي سي الأراء بدأت بالفعل في التوالي والتحرك بعضها تتبعونه من خلف أراء عبر الإيميل عبر تويتر فيسبوك أو حتى جوجل بلس الكثير من النوافذ الإلكترونية نحن دائما حرصين على أن نتلقى أراءكم عليها اليوم يطابع زميلي حازم الخول حازم أهل أهلا بك محمد محمد في الحوار الإلكتروني اليوم أراء مختلفة بشأن إمكانية حدوث تعاون أمريكي إيراني ما بشأن الأزمة العراقية الحالية كذلك هناك أيضا أراء تحدثت عن الرابح والخاسر من هكذا تعاون في حال حدوثه وأيضا تداعيات ذلك على المنطقة بوجه عام ودول الخليج بوجه خاص سنتعرف بالتفصيل على كل هذه الأراء وغيرها مما ورد في الحوار الإلكتروني لاحقا في البرنامج ونعرض بعض الأمثلة لها صحيح حازم سأتحول إليك لاحقا بتأكيد ابقى متابعا لكن من الأراء التي نجمعها دائما الأراء المباشرة من الشارع كاميرا نقطة حوار اليوم تجولت في شوارع العاصمة بغداد وسألنا المواطنين هناك عن رأيهم لاحتمالات تعاون أمريكي إيراني وبالتأكيد لحل الأزمة في بلدهم لحل الأزمة في العراق الإجابات جاءت كالتالي ما أعتقد أنه كتعاون أصير بين الولايات المتحدة المولايكية والجمهورية الإسلامية يعني أنك فرق بالهداف المبادئة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الرائعة للمقاومة الإسلامية من ضمنها ضد المحتدى الأمريكي وضد الولايات المتحدة ولا وبالإسرائيل لا طبعا لا يمكن هذا الشيء لأن الولايات المتحدة يعني حالة وإيران حالة أخرى لكن ممكن أن تؤيد إيران ممكن أن تؤيد الدعم التي تقدمه الولايات المتحدة فهذا ممكن طبعا أن يكون وارد ممكن أن تؤيد إيران دعم الولايات حقيقة احتمال أكو تعاون يصير استخباراتي لوجستي يعني يعتبرون وإحنا إن شاء الله ما نحتاج يعني لا إيران ولا الولايات المتحدة لأن الشعب العراقي والجيش العراقي إن شاء الله يكفي ويوفي حبيبي الأمريكي والجمهورية الإسلامية إيران هم تلتقي في المصالح فقط بالنسبة لإيران أدهى العتبات المقدسة فهي تطلب حماية العتبات المقدسة وأما أمريكا فأمريكا أدهى مصالح بالمنطقة عموم المنطقة والخليج والشرق الأوسط عموما لذلك إذا التقت المصالح بين أمريكا وإيران فأعتقد الشاركون في حل المشكلة في العراق إذن كما جاء في هذه العينة ربما لا تعاون منتظر البعض يرى أنه لا تعاون منتظر ما بين الدولتين لأن هناك فارق كبير ما بين الأهداف بينهما لكن البعض الآخر يرى أن التعاون حتمي خصوصا التعاون لاستخباراتي وبعض الأصوات العراقية ترى أنه إن شاء الله كما قال أحد المشاركين لن يحتاج العراق إلى تدخل وتعاون سواء من الولايات المتحدة أو حتى من إيران كيف تفكرون أنتم فيما يتعلق بطبيعة التعاون المنتظر ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهل ينجح في احتواء الأمر المتأزم في العراق أم لا معي مجموعة من المتصلين أرحب بهم جميعا مهند جلال أبو حمزة ومعاذ الجميع يريد أن يشارك معنا وأبدأ بمهند مهند عراقي لكن يقيم في الإمارات مهند أهلا بك هل ننتظر تعاونا أكبر ما بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالشأن العراقي أهلا وسهلا بالبي بي سي أكيد يعني راح نشوف تعاون إيراني أمريكي خصوص الوضع في العراق وأكيد هذا الشيء مراحب بي لأن الإساس العراقيين عدنا عدهم على الضعف وعدم تعاون وعدم ثقة فيما بينهم لذا من المؤكد أنه سيكون هناك تدخل خارجي أقليمي لدولتين كبيرة التي هي أمريكا وإيران طيب ما التعاون برأيك يعني صورة التعاون وحجمه يا مهند ما هو التعاون أمني عسكري استخباراتي من كل الجهات الدولتين لها مصالح كبيرة داخل العراق وإلها واقع حال داخل العراق وتقدر تأمن الوضع بشكل كبير داخل العراق إذا كان سياسي أو عسكري أو أمني إله دور كبير بهذا الشيء طيب واحد من المشاركين في العينة التي عرضناها منذ قليل يا مهند العارف إذا كنت استمعت إليها أم لا قال إن الأهداف بين الدولتين هناك بين شاسع بينهما ولذلك من الصعب جدا أن يتعاونه بشكل أو بآخر ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد أن الفارق في الأهداف أو الفارق في الرؤية بعيدة المدى يمكن أن يؤثر على حجم التعاون لا بالعكس من مصلحة إيران الحين أنه العراق يكون بلد مستقر آمن نسبيا أيضا من مصلحة أمريكا أنه يكون بلد مستقر آمن نسبيا لأن في مكانات ثانية في سوريا وغيرها أو وضع غير مستقر وذا العراق اتدهور في الأوضاع بمية بالمية سيكون تأثير حجلبي على إيران وعلى أمريكا شكرا جزيلا مهند أبو حمزة يتحدث من بغداد مهند يتوقع تعاون حتمي ما بين الدولتين أولا هل تعتقد أن التعاون فعلا حتمي ما بين بغداد وواشنطن وما هو مردوده إذا كان حتميا أبو حمزة سلام عليكم عليكم السلام أبو حمزة ألان وسهل أرحب بيك وأرحب بالأخوة المشاركين أهلا بيك إيرانا بالنسبة لإيران وأمريكا راح تأزم الوضع أكثر تعقيدا مما نحن سعيشين بك فأحنا الخلاصة اللي يطلع العراقية من خير خرج من هذه العزمة اللي جالتها أمريكا جالتها إيران هم وثنينهم المصالح أمريكا ومصالح إيران أثنينها واحد يأخذ من الآخر فأحنا نريد حكومة من قاد وطني تجمعنا كلنا كعراقيين من الجنوب من الشمال من الشرق من الغرب تجمعنا ونكون مثل ما كنا في عهد لكن الاعتماد كليا يا أبو حمزة على الجهود والخطوات العراقية الصرفة كثيرون يعتقدوا أنه ليس منطقيا الآن لا يستطيع العراقيون بمفردهم أن يتغلبوا على المعضلة هم بحاجة إلى أطراف دولية تساعدهم الآن ألا تعتقد أن بعض التحركات سواء من إيران أو من الولايات المتحدة أو حتى من أطراف أخرى إذا جاز أن تسميها أنت يمكن أن يساعد العراق إذا تم توظيف هذا التعاون الإيجابي صح صح أخي صحيح بس المشكلة المشكلة الآن صارت لنا فئة الدولة الإسلامية في العراق والشام وفئة المنشاة الشيعية فكل من متحشد يريد يأخذ إحيان أقوى فالدولة الإسلامية لا تطلع الدبابة ولا تطلع الغبابة لأننا جربناها بالأمريكان وشبناها الأمريكان هم أكبر جيش بالعالم وطيرانهم لم يقدروا لأن أول شيء هذه الدولة الإسلامية تستخدم الحاونة أبو حمزة إذن يعتقد أن التعاون هذا ربما يتسبب في أن يسوق الأمر أكثر لكن ما زال الحديث عن أفق التعاون نفسه وحدوده وهل سيحدث أم لا في ظل إشارات يقرأها البعض أنها غامضة من الدولتين سواء من طهران أو من واشنطن من طهران معي الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية عبر سكايب دكتور محمد أهلا بك لماذا الغموض شديد فيما تعلق بتصريحات الإيرانيين أو تصريحات الأمريكيين لم يتحدث أحد صراحة عما إذا كان هناك تعاون وعن أفق التعاون نفسه بين الدولتين يعني هناك عدة أمور ربما توحي للوهلة الأولى بأن هناك غموض في الموقف الحكومة الإيرانية حيال التعاون مع الجانب الأمريكي فيما يخص مواجهة قوات داعش في العراق خصوصا وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال قبل ثلاثة أيام بأن إيران ربما تكون مستعدة للتعاون مع الجانب الأمريكي لكن وضع شروط إلى ذلك أنا أعتقد بأن هناك نقطتين في هذا المجال النقطة الأولى وهو أن إيران داخل الآن في مفاوضات نووية تعتبرها مهمة جدا وصلت إلى مراحلها الأخيرة مراحل كتابة الاتفاق النهائي والشامل مع المجموعة الغربية وهي بالتالي لا تريد أن تكون تحت طائلة أو ضغط التطورات التي تحدث في العراق خصوصا وأن التعاون يتم مع دولة هي عضوة في المجموعة الغربية السوداسية وإيران لا تريد في هذا الوقت تحديدا أن تتورط مع الجانب الأمريكي أو مع أي طرف آخر بقضايا ثانوية ما لم تنهي الاتفاق النووي لأن هذا الاتفاق يرتبط أيضا بس هذا معاكس أو أخالف تماما لواجهات نظر ترى العكس يا دكتور أن إيران ستستغل ورقة العراق وتلعب ورقة العراق كي تحقق مكاسب وتضغط على الولايات المتحدة فيما تعلق بملفها النووي إيران لا تفكر بهذا التفكير في الوقت الحاضر إيران تقول بأنها يجب أن تنتهي من كتابة الدستور من التوصل إلى الاتفاق الشامل والكامل والنهائي مع مجموعة خمسة زائد واحد بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية عند ذلك أو بعد ذلك ربما تتفاهم على أمور أخرى يجب علينا أن نتذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني قال قبل أربعة أيام بأن الاتفاق النووي هو بداية التعاون مع المجموعة السوداسية الغربية وليست نهاية التعاون لكن هل الأمر بيد روحاني يا دكتور سريعا قبل أن نتحول إلى المتصلين أنت ذكرت الرئيس روحاني وتصريحات روحاني هل الأمر بيد روحاني هو الذي يحدد مستوى التلاقي أو التعاون مع الولايات المتحدة من عدمه أنا أعتقد بأن الرئيس الإيراني يمتلك هامش كبير من المناورة يستطيع في دائرة واسعة جدا أن يتعاطى مع الجانب الغربي على الرغم من أن الخطوط الأساسية ترسمها القيادة الإيرانية ومجلس الأمن القومي الإيراني لكن في كثير من المساحات هناك مساحة واسعة للرئيس الإيراني أن يناور أن يلعب في علاقات إيران الخارجية طيب دكتور إبقى معي سريعا تحول إلى عبد الحميد الحكيم من السعودية لكي أعرف وجهة نظره وأفق التعاون من وجهة نظرك يا عبد الحميد ما بين الدولتين ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة هل نشهد تعاونا أكبر؟ مساء الخير ومساء الخير لضيفك الكريم من طهران لكن أنا أضع عنوان لهذا التعاون يجب أن نرى الموضوع ليس بعين واحدة الحقيقة أن إيران تواجه فشل حليفة الاستراتيجي المالكي في إدارة العراق وملف العراق الآن أصبح ورقة ضغط على إيران وليس العكس وإذا كان هذا والآن إيران تواجه إما التضحية بالمالكي أو أنها تريد أن تحافظ على مصالحها في العراق الآن الذي يحدث هو تقارب أمريكي إيراني نحن في دول الخليج نرحل في أي تقارب يوجد حل سياسي في العراق بحيث يعمل على شيء من التوازن بين نسيج المجتمع العراقي والقوة العراقية هذا هو الحل إيران الآن بتلعب دور للأسف ليس إيجابي وليس هذا الذي يضع إيران في استقرار أمن إيران في المنطقة سريعني عبد الحميد في جملة واحدة إذن هل ننتظر تقارب أم معنى ذلك الاختلاف المعايير ربما لن يتقارب الطرفان تماما والله الكرة الآن في ملعب صانع القرار السياسي الإيراني ولديه الآن اختيار إما أن يكون في نسيج القوى الدولية في المنطقة على الأمن والاستقرار وكثم صالح إيران أو الاستمرار في زرع النزعات الطائفية التي تحافظ على حلفائها في المنطقة عبد الحميد يبقى معي أرجوك وسريع نتحول إلى دكتور صدقيان عبد الحميد هنا أثار نقطتين على وجه التحديد أبدأ بمصير المالكي لأنها نقطة مهمة فكرة أن الرؤى ربما تختلف حول وجود المالكي من عدمه الولايات المتحدة صحيح أن أوباما قال أن واشنطن لن تتدخل على الإطلاق والاختيار تماما للعراقيين لكن أنت تقرأ بالتأكيد الإشارات التي تأتي من الولايات المتحدة وتوحي بالغضب الشديد فيما تعلق بأداء الرجل هل ستتفق الدولتان على فكرة بقاء المالكي من عدمه بعيدا عن التصريحات أو كلاشيهات الدبلوماسية فكرة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى يعني منذ البداية لم تكن إيران تتباحث حول السياسة العراقية أو سياسة الحكومة العراقية لكن ربما بعض المواقف تكون مترابطة تظهر للوهلة الأولى أن هناك تنسيق بين طهران وواشنطن لكني لا أعتقد بأن هناك تنسيق فيما يخص الحكومة العراقية أو السياسة العراقية الداخلية تحديدا فيما يخص الولايات الثالثة للمالكي الموقف الرسمي الإيراني يقول بأن كل الأطراف المعنية بالملف العراقي سواء كانت الأطراف الداخلية أو الخارجية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبالتالي دولة القانون التي يتزعمها نور المالكي حصلت على 95 مقعد هي الأكثرية من بين بقية المكونات السياسية وهي تعتقد بأن يجب أن تأخذ هذه النتائج بنظر الاعتبار لكنها أيضا كما أعلم وكما أقرأ المواقف الييرانية إذا مجتمع العراقيون على أي رأي إيران سوف تساند رأيي أو الإجماع العراقي وهي تدعم أي حكومة عراقية سوقها كانت شيعية أم سنية أم أي طرف شيعي قانون أو المجلس الأعلى ما يدور يا دكتور ما يدور الآن إذا جاء أحد وتحدث عن أن ما يدور على الأرض هو جزء من بداية تحرك شعبي كما تعلم هذا التحليل بالتأكيد أو أن الأمر ليس داعش بشكل صرف ولكن هناك هبة سنية مثلا وتحرك ربما يتحول تدريجيا إلى رأي قطاع كبير من العراقيين لا أعتقد أن إيران تقبل بذلك هذا صحيح جدا إيران عاتب على المالكي وكانت تعتب عليه حتى قبل الانتخابات كانت تطلب منه أيضا من خلال الزيارات المتبادلة التي كان يقوم بها المسؤولون الإيرانيون كانوا دائما يحثون المالكي على ضرورة التنسيق والتعاون مع بقية المكونات العراقية سواء كانت سنية معتدلة أو كردية لكن يبدو بأن أوضاع العراق الداخلية والنظرة التي ينظر إليها سيد المالكي إلى بقية المكونات هي التي أدت إلى مثل هذا الشعور بالغبن عند المكون السني لكن بالتأكيد إيران تتفهم مثل هذه المواقف عند كل المكونات العراقية وهي تأمل بتقريب وجهات النظر من أجل تشكيل سريع للحكومة العراقية الجديدة من أجل مواجهة كل الأخطار والاستحقاقات سأعود لفكرة التقارب أو أجه للتقارب بينكم وبين الولايات المتحدة أو أجه الاختلاف كذلك دكتور سدقيان لكن عبد الحميد مازال معي على الهاتف ولديك سؤال أعتقد لدكتور سدقياني عبد الحميد سيد الفاضل ألا تعتقد أن التصريح الرئيس الإيراني بأنه سوف يتدخل في العراق لحفظ المراقب الدينية ألا تعتقد هذا استخدام فاضح للدين لتحقيق مكاسب سياسية وأولها هو الحفاظ على حليفة التراتيج المالكي حتى لو أدى هذا إلى حرط طائفية لا يستطيع من بدأها أن ينهيها وشكرا طيب فضل يا دكتور في تعقيد يعني يجب علينا أن نأخذ الأمور بنوع من الواقعية والمنطقية هذا الذي تفضلت به يا أخي الكريم هذا وارد جدا ومنطق جدا لكني أعتقد بأن هناك ثوابت إيرانية أولا إيران حاليا لا تريد أن ترسل قوات عسكرية كانت أو نظامية أو شعبية إلى داخل العراق هذا هو ثابت من الثوابت إذا كان إيران تريد أن تتدخل فهي تدخل عبر مستشارين أو دعم لوجستي وما شابه ذلك النقطة الأهم من ذلك طيب سوى في أكثر من ذلك يا دكتور يعني حقيقة وجود الحرس الثوري الإيراني مثلا من يتحدث عن 500 ألف عنصر ينتشرون في العراق وعن قيادات بعينها تتبع الحرس الثوري الإيراني من القيادات كبرى متواجدة في العراق ماذا دقت ذلك؟ يعني لحد الآن لأكون واقعي وصادقا فيما أتوقعه وما أقرأه من السياسة الإيرانية لحد الآن لا توجد هناك عناصر تابعة للحرس الثوري أو قوات التعبية الشعبية ربما تكون هناك بعض الزيارات لمسؤولين كبار من قادة الحرس الثوري إلى العراق بحكم هذا الذي ذكرته الجهد الذي تقوم به إيران من أجل تقريب وجهة النظر بين كافة الفرقاء السياسيين لتشكيل الحكومة العراقية لكن ما تحدث عنه الرئيس حسن روحاني وقال بأنه لن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام مواجهة أي اعتداء على المراقة الدينية في داخل العراق أنا أعتقد بأن ذلك كان يتناغم مع الضغوط التي توجه للحكومة الإيرانية بسبب المعلومات التي تأتي وتتناقل بشكل فضيع وسريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف الشيعة بالرافضة أو المراقد الدينية باعتبارها أصنام هذه مراقد مقدسة وتمثل رموز دينية عند الشعب الإيراني وبالتأكيد الرئيس حسن روحاني كان يقوم بشكل يراني الخطورة أن هذه التصريحات حتى تصب في الاتجاه الآخر وهذا موضوع يطول الحديث عنه أن هناك تصريحات سلبية تخرج أيضا من الشيعة تتعلق بالطائفة السنية وضم بعض العناصر التي لا تنتمي لداعش لكنها معترضة على أداء الحكومة الشيعية ووصفها بأنها أيضا هي الأخرى عناصر إرهابية لمجرد أنها تعترض والاحتجاجات الشعبية أنت تعلم هذا الملف طويل يطول الحديث عنه لكن ما يتعلق بالتقارب والابتعاد بينكم وبين واشنطن في نقاط أرجوك أين الاتفاق جوانب الاتفاق على سياسة التعامل مع الملف العراقي وأين جوانب الاختلاف يعني مبدئيا الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس حسن روحاني من حيث المبدأ هو دعم على منبر الأمم المتحدة لتعاون إقليمي دولي من أجل مواجهة الإرهاب وبالتالي من حيث المبدأ أنا أعتقد بأن هناك اختلاف بين إيران والولايات المتحدة لمواجهة الحركات التي تسمى بالإرهابية والمتطرفة والتكفيرية لكن هناك نظرة وقراءة إيرانية لمثل هذه الحركات إيران تعتقد بأن هذه الحركات المتطرفة التي تسمى بالإرهابية والمنصنفة إرهابية على القائمة الأمريكية إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة ظالعة في تسليح هذه الحركات وبالتالي هي تنطلق من هذه الفرضية بأن إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ظالعة في تسليح هذه الجماعات لا يمكن التعاون مع جهة تسلح هذه الجماعات وبالتالي هناك نوع من الفتور أمام أي دعوة أمريكية من أجل التعاون لمواجهة قوات داعش أو غير داعش وأعتقد بأن الموقف الإيراني يتأثر في مثل هذا الإطار شكرا جزيلا عبر سكايب كان معي دكتور محمد صالح ستخيار مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية شكرا جزيلا لك يا دكتور الأراء التي نتابعها منذ البداية بعضها إلكترونيا زميلي حزم الخلي كان نتابعها حزم أهلا مرة تانية ربما سؤال الرئيسي عن إمكانية التعاون بالأساس ما بين الولايات المتحدة وإيران كيف رأى المشاركون هذه النقطة؟ صحيح محمد الإجابات على سؤال هل يمكن أن يكون هناك تعاون أم لا جاءت متبينة فهناك من تحدث عن إمكانية حدوث مثل هذا التعاون وهناك من استبعد هذه الإمكانية وبين هذين الرأيين هناك طرف ثالث تحدثا عن أن التعاون قائم بالفعل ومنذ سنوات بعيدة وتوقع أنه سيستمر في المستقبل وسبب المصالح المشتركة ما بين الولايات المتحدة وإيران سواء في العراق أو على مستوى ملفات أخرى من هؤلاء مثلا فايزة التي تقول على صفحتنا على فيسبوك نعم سيتعاونان لكن ليس لحل بل للتعقيد الأزمة التي كانوا سببا فيها في المقابل هناك صادق الذي يقول في مشاركة أخرى نعم ستتعاون واشنطن مع طهران لأن بالعراق مصالح أمريكية وإيرانية تستلزم التعاون فيما بينهم مشاركة ثالثة من هاشم رأى فيها الأمر من زاوية أخرى وقال في تغريدة له على صفحتنا على تويتر التعاون ليس وليد اليوم فمنذ الغزو الأمريكي للعراق تتعاون واشنطن وطهران وما تسليم العراق لإيران إلا جزء من ملف التعاون الكبير بينهم هكذا يقول هاشم لكن ما الجديد هذه المرة؟ ما المكاسب التي قد يحصل عليها الطرفان إذن؟ محمد المصالح التي تحدث عنها المشاركون في الحوار متعددة منها على سبيل المثال حماية البترول العراقي ضمان عدم تحول العراق إلى ملاذ آمن للجماعات متطرفة ضمان وجود حكومة حليفة تتولى مقاريد الأمور في العراق من هؤلاء مثلا صبري جيد الذي يقول في مشاركته من بين المكاسب المرونة في التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني التخلص من التنظيمات الإرهابية في العراق حل حالة الملف السوري ترويد إيران نسبيا في تعاملها مع الخليج عمار يقول في مشاركة أخرى من مصلحة واشنطن وطهران بقاء حكومة المالكي المعروفة بتبعيتها للبلدين وأيضا تخوف الجانبين من تحول العراق كمصدر للإرهاب في حال سيطرت عليه داعش لكن أعتقد أن ربما من ضمن النقاط التي يجب أن نتوقف عندها فكرة تأثير دول أخرى تأثير دول الخليج أو تأثير حتى موقف السعودية على وجه التحديد إذا حدث تقارب أو إذا لم يحدث هل علق المشاركون على موقف وجهة نظر السعودية تحديد؟ فعل محمد هناك مشاركات والمشاركات تباينت ما بين احتمال وجود رد فعل خليجي شديد لهجة إذا هكذا تعاون ومشاركات أخرى تحدثت أنه لن يكون هناك أي رد فعل خليجي لأنهم لا يملكون شيئا من أمرهم أو لأن السياسة الخليجية تدور في فلك نظيرتها الأمريكية على حد وصف المشاركين مثلا يقول طلال علي في مشاركته سوف تزداد الهوى عمقا بين السعودية والولايات المتحدة بسبب زيادة التقارب الأمريكي الإيراني مشاركة أخرى توقعت تصعيدا خليجيا وقالت الرد قد يكون اقتصاديا بما يجعل واشنطن تعيد حساباتها مرة أخرى كما حدث إبان حرب أكتوبر عام 73 إيمان حسين بدت متشائمة في مشاركتها وقالت الخليجيون ليس لديهم موقف أصلا فأمريكا تتحكم بسياسات الخليج وبسببهم سيكون الشرق الأوسط كله ملكا لإيران مشاركة أخرى بدت أكثر تشاؤما تقول نحن العرب لا وزن لنا عند الغرب فحكومتنا عودت الغرب على مبدأ السمع والطاعة بينما دول مثل إيران وتركيا ترفض سياسة التبعية والانقياد وراء الغرب هل كله تشاؤم يا حزم أم هناك من تحدث عن مخرج للأزمة دعنا نتعد حتى عن الولايات المتحدة وإيران مخرج للأزمة العراق الآن صحيح محمد هناك من تحدث في الحوار اليوم عن ربما طرق لإنهاء الأزمة الحالية في العراق من هؤلاء مثلا عبدالإله العياشي الذي يقول إن كانت أمريكا جادة في إنهاء أزمات العراق فعليها إنهاء أزمات العراق وسوريا وعليها أن تجتهد بالإصراع بالتقارب السعودي الإيراني لأنه مفتاح لحل أزمات الشرق الأوسط ولا شيء خلافه هكذا يقول عبدالإله العياشي مقترح آخر طرحه سامي جلال وقال فيه الحل يكمن في مصالحة وطنية وتشكيل أقاليم لها حرية اقتصادية ومساهمة في القرار السياسي لحكومة المركز وبذلك نقطع الطريق على من يريد الانفراد بالسلطة حازم شكرا جزيلا لك سنعود لاحقا قرب نهاية البرنامج إذا كان هناك مشاركات أخرى بتأكيد وأعتقد أنها ستتوالى لكن كما تبعنا منذ قليل ما يتعلق بالأراء التي تأتي على الهاتف أو أراء أونلاين أو حتى في بداية الحلقة الأراء المباشرة لها نصيب آخر الآن لكن هذه المرة من بيروت توجهت كاميرا البرنامج وجمعت مجموعة من الأراء العشوائية مرة أخرى حول العنوان الرئيسي احتمالية تعاون إيراني أمريكي لمساعدة الحكومة العراقية على مواجهة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام إجابات اللبنانيين جاءت كالتالي إذا في شي تقاطع مصالح بين الاثنين بتصير بس إذا ما هي كل واحد يستفيد لو واحده ما هيعملوها إخرموا العراق إيران إخرم مع إيران وأمريكا إخرم مع إيران إذا لا تضرب إيران بس أنه إيران قوة ضربة بشرق الأوسط بشأنه أليلي يعني من الدول العظمة صارت أمريكا بالنسبة لألي رفض تام يعني ما بيهمني أبدا إيران تتعاون مع أمريكا معاولة زيل المصلحة بيتقاون حسب المصلحة بيناتنا كل البلاء هي منطقة من أمريكا هي اللي دمرت العراق وهي اللي خربت العراق وهي جيبت المالكة وهي اللي جيبت داعش وجيبت كل العالم أنا برأيي أنه أي ممكن يتعاونوا لأنه أرادة عم بيصير فيه هلأ مفاوضات إن كان كرمال السلاح النووي أو كرمال إشياء تانية بيناتهم فبعتقد أي ممكن مستحيل ما فيه كل واحد توجه شكل كل واحد عقيدته غير لو واحد بفكر واحد شمال وقتين يمين هم مستحيل يتفقش ما لهمين بحياتهم ما تتفقش مش غلط إذا صار فيه تعاون ببعض الأمور لحتى يتخلصهم القيف اللي موجودة بالوطن العربي وهي اسمها داعش تعاون ممكن يصير إيه عسكريا فيهم يساعدوا بعض أو يدعموا بعض ضد داعش بما أنه اتنينتهم ضد نفس الفريق أمريكا وين مستحتة بتروح ما عند مابادئ ما فيه كل شي معقول كل شي معقول والمصالح التي تحرك المعادلة بالأساس البعض يرى أن حتى مجرد الطلاق ليس خطأا بمعنى أن الموقف يقتضي أن تتعاون الدولتان هناك من تحدث عن أن إيران قوة ضاربة هناك من وجه اتهمات للولايات المتحدة وقال أن كلها مساوئ لكن فكرة التعاون ليست مستبعدة من أذهان اللبنانيين على الأقل كيف تفكرون أنتم المزيد من الاتصالات معي تريد أن تشارك في نقطة حوار ناصر جلال زيد ومعاذ أهلا بكم جميعا جلال أبدأ معك هل تتوقع تعاونا أكبر ما بين الولايات المتحدة إذن وإيران فيما تعلق بحل قضية العراق وما شكل التعاون إذا كنت تنتظر هذا التعاون تحياتي لك أخي الكريم أهلا وسهلا أولا أنا أقول يتب أولا أقول يتب أن يتعامل كل العالم وليس فقط إيران والولايات المتحدة ولكن ربطية هي أن إيران تشوف في صدد الولايات المتحدة في محاربة للإرهام والعالم رأى خلال السنوات الأخيرة كيف داعش أرضا أخير وفي أخير وتلعب بها وكرة الغدم في شوال سوريا واليوم العراضيون يخافون أن يحصر هذا في ذهبتهم هؤلاء شوى مسترس الإسلام الحنيف وأنا سؤالي لجميع العالم أقول من جاد هؤلاء إلى سوريا غير الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية هي الداعم الأساسي والأكبر للإرهاب في المنطقة لتصريح من هيلاري كلينتون والمسؤولين الأمريكيين طيب بس هيلاري كلينتون والمسؤولين الأمريكيين كثيرا ما اتهموا إيران بذات التهمة يا جلال لكن دعنا نتجاوز هذا الآن المستقبل فيما تعلق بالعراق ما الذي ينتظره العراقيون من تلاقي الطرفان إذا كنت أنت لن تستبعد أن يحدث الثعاون ما بين إيران والولايات المتحدة ما الذي على الولايات المتحدة أن تفعله أولا أخي الكريم عنك عن التهم الأمريكي التهم الأمريكي لا يوجد له أساس مع أنه الاستخبارات الأمريكية تكلمت عن مساعدة السعودية للإرهاب وهذا شيء واضح لكل العالم أما ماذا تفعل الولايات المتحدة أنا أقول يجب عليها أن تضغط على المملكة العربية السعودية أن لا يدفعوا ملاعين الدولارات للإرهابين ولا يسهلوا دخولهم إلى الأراضي الأراضية والسورية وأن لا يدفعوا بالسلاح ويرسلوا السلاح للأراضي الأخرى في المناطق الأخرى وهذا اصطرح به سعود الفيصل في المقابل واضح النقطة لكن في المقابل يا جلال هل تضغط إيران على نور المالكي مثلا لكي يحسن ولو قليلا من الأوضاع في العراق إعطاء فرصة أكبر للسنة وهو مطلب صار ملحد بالنسبة لواشنطن حتى الآن أخي الكريم أول هي تدعم المشروع السياسي في العراق ولا تتدخل في الأمور السياسية على الأراضيين جميعا من النجيفي والمالكي والحكيم ومختلفات والعلاوة كلهم أن يتفضوا على صيغة ويجرون هذا يعني العالم لا يتظر إيران أن يتدخل في الأراضي إيران لن يتدخل فيها جلال شكرا جزيلا وجهت نظرك تضحت وربما المزيد عن الموقف الأمريكي على وجه التحديد وهل ستسعى الولايات المتحدة لتقارب ما مع إيران في الفترة القادمة هل الموقف فعلا واضح أم مرتبك كما يصنفه البعض من واشنطن معي الدكتور خليل جهشان مدير المركز العربي في واشنطن دكتور خليل أهلا بك عندما نتحدث عن التحرك العسكري هناك من يقول أن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها إلى الآن وتبدو مرتبكة هل ذات الارتباك يبدو واضحا عندما نتحدث عن طبيعة التعاون القادم مع إيران فيما يتعلق بملف العراق أولا لا أعتقد شخصيا أن هناك نوع يعني هناك ارتباك في الموقف الأمريكي بقدر من أن هناك تردد للإنجرار في الحلبة العسكرية يعني في العراق والعودة إلى دور عسكري هناك لأن الشعب الأمريكي يرفض مثل هذه الخطوة وليس هناك من تأييد واضح لمثل هذه الخطوة في داخل الكونغرس الأمريكي على المدى البعيد لا شك أن الإدارة الأمريكية منذ فترة وهي تحاول أن تتوصل إلى نوع من التفاهم مع إيران ليس فقط بالنسبة إلى الملف النووي إنما استعمال الملف النووي بصراحة لخلق مزيد من التقارب والتنسيق مع إيران بخصوص قضايا أخرى متعلقة بمصلحة البلدين ومنها طبعا الوضع في العراق حاليا عندما نقول استعمال بمعنى الضغط على إيران كي تقدم تنازلات ما هو أفق التنازلات برأيكم الذي يمكن أن تقدمه إيران بالنسبة طبعا للملف الإيراني بالملف النووي الولايات المتحدة تتفهم موقف إيران بالنسبة للحفاظ على التكنولوجيا النووية السلمية ولكنها لا تريد لإيران أن تطور أسلحة نووية لما يخل بأمن واستقرار المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة ويهدد مصالحها في المنطقة أنا سؤالي عن العراق العراق تحديدا يا دكتور ما الذي تنتظر واشنطن من إيران تريد التعاون من إيران ربما للضغط على الحكومة العراقية لإجراء مصالحة وطنية في العراق وكما قال الرئيس أوباما في تصريحه بالأمس يريد ليس فقط المصالحة إنما يريد حكومة مشتركة يثق بها جميع العراقيين من سنة وشيعة وأكراد للتخلص من الحركات المتطرفة التي دخلت العراق الآن وتؤزم الوضع هنا إذن مساعدة سياسية بالمقام الأول وليس مساعدة عسكرية كما يقول البعض الدكتور ابقى معي لأن هناك عدد من المتصلين يريد أن نشارك في حوار اليوم معاذ عبد الرحيم يتحدث من البحرين معاذ أهلا بك اتفضل إطرح وجهة نظرك نعم أنا أعتقد أنه حتميا أصبح على اللايات المتحدة وإيران التعاون فيما بينهما وذلك لكي لا يدع كل من أمريكا تدع فرصة لإيران أو العكس وذلك سيكون تعاون على شها على المستوى الاستخباراتي والسياسي وقد استبعد أن يكون على المستوى العسكري ولكن هذا التعاون أظنه سيهضم الثورة أخواننا السنة في العراق وذلك لأنه لن يحقق مكاسب في مصالحهم بل في مصالح أمريكا وإيران وهذا أيضا كما أن هذا سيسبب استنزام لثروات البلد وهي العراق طب لكن ما أفهم من حديثك أن إذا حدث التعاون سواء إيران أو الولايات المتحدة كلاهما مستفيد صحيح؟ نعم كلاهما مستفيد شكرا جزيلا يا معاذ سريعا لزيد من الإمارات قبل أن أتحول لدكتور خليل مرة أخرى مرة أخرى زيد تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا عزيز الفضل العفو أتمنى قناة بي بي سي قناة محتممة جدا فأتمنى تكون حيادية في أزمة العراق الحالية أتمنى لأنه أحس كمستمع أحس أن قناة بي بي سي في هذه الأزمة غير حيادية والله من صحيح تماما يا زيد والدليل على ذلك أن ذات الاتهامات تأتي من الطرفان يعني عندما يتهمك هذا الطرف أنك لست حيادي والطرف الآخر كذلك أعلم أنك حيادي تماما دي وجهة نظرية من 11 سنة أستمع على قناة بي بي سي قناة محتممة جدا عكس قنوات العربية اللي غير محتممة بس هذه الأزمة غير حيادية شكرا سنبذل قصارى جهدنا دعنا نعطيك الوقت إذن اتفضل نعم نعم موضعي بالضبط أول شيء سنكون واقعيين جدا بدون فلسفة داعش موجودة في الموصل وموجودة في العراق داعش داعش هذه العصابة تقتصب الموصليات تحتلل العراق تقتلل الأطفال يجب أن نقول هذا إرهاب من نقول أنه داعش جاء يسوي ثورة في العراق هذا إرهاب فرجاء لن نقلط الحقائق لن نقلط الارهاب إلى ثورة محدش قال إن هي ثورة من قال أنها ثورة هو أحد المتصليين ومن حقه أن يقول ما يريد من إذاعة بي بي سي لكل العرب إذاعة بي بي سي لا تقول أنها ثورة أرجوك من قال أنها ثورة هو أحد المتصليين قبلك يا زيد زيد أرجوك استمع لي الحوار ليس عن إذاعة البي بي سي إذاعة البي بي سي لا تقول ثورة من قال ثورة هو متصل قبلك دعنا نعود لقب الحوار أرجوك عن أفق التعاون ما بين واشنطن وطهران هل ترى إمكانية للتعاون ما بين الطرفين أرجوك نحن كعراقيين لا محتاجين لا إيران ولا أمريكيا ولا أي دولة بالعالم نحن عراقيين أمريكيا احتلت العراق من 2003 ودمرت الجيش عراقي وخلت الجيش عراقي بدون أسلحة نحن محتاجين أسلحة من أمريكا من إيران من الشيطان من أي دولة بالعالم فقط أطلنا أسلحة بالعراق طائرات أطلنا أسلحة حديثة ونحن عراقيين كافين نحن عراقيين ذنم لا أجينا إلى إيراني ولا أمريكي ولا أي واحد بالعالم طيب هذا عن الواقع الميداني يا زيد واضح أن هذا حديثك عن الواقع الميداني لكن الواقع السياسي يبدو أن أطراف العراق لم تنجح أن تتطفق فهل هي بحاجة إلى أطراف خارجية لكي تساعدها على احتواء المساعدين لا أعين العراق لا يوجد حاجة لأي طرف خارجي وأي طرف خارجي يدخل بعراق سيتوفتنا فالمفروض أي طرف العراق يدخل أهل الدار هم يحلون مشاكلون ببناتهم بس قاعد نتكلم خمكون واقعيين ونشخص الأمور بتشخيصها صحيح نحن مفروض كل دول العالم تدعم العراق في حربها ضد الإرهاب داعش داعش في العراق داعش أصابة إرهابية تحتل المناطق وتدمر الأخضر واليابر طيب زيد شكرا جزيلا وبهذه النقطة تحديدا نتحول إلى الدكتور خليل هل تعتقد دكتور أن الولايات المتحدة تأخرت في تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية إذن هناك من يضخم في فكرة الهاجس لدى الولايات المتحدة أن يتحول الدعم لدعم طائفة بعينها وليس دعم للنظام أو للدولة دعم لطائفة الشيعية على وجه التحديد أتفق معك أن الولايات المتحدة تأخرت ولكنها تأخرت في لعب دور إيجابي في إيجاد حلول لهذه الأزمة التي تمر بها العراق قبل أن تصل إلى هذا المستوى كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتدخل من قبل بالضغط على الحكومة العراقية لإيجاد حل لمشكلة تهميش السنة هناك طبعا يعني داعش كما سمعنا من المشاهدين لا شك أن داعش مجموعة إرهابية وهناك إجماع لدى الكثير من الأطراف بهذا الخصوص ولكن نحن نعرف أن الحكومة العراقية وصفت كل التحركات السنية أيضا في العراق بأنها تحركات إرهابية ويجب مجابهتها وهذا غير صحيح ولم يخدم مصلحة العراق لا بالنسبة للمصالحة بالنسبة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد كما هو مطلوب الآن وطبعا يعني تفضل تفضل مرة أخرى الموضوع إيراني يا دكتور أعيدك إليه وهذه المرة على الصعيد الداخلي ربما حتى لأن داخل الولايات المتحدة داخل الكونغرس نفسه وحتى داخل معسكر الديمقراطيين من يعتقد أن الانفتاح على إيران هو حماقة بالمقام الأول هكذا وصفت ومن يعتقد أن الانفتاح هو أمر حتم ضروري يجب أن نكون واقعيين هذا السجال هل تعتقد أنه سيطول أولا وإلى أي الكفة سيذهب أعتقد أنه سيطول بصراحة يعني هناك كما قلت شريحة واسعة من الشعب الأمريكي وأيضا من أعضاء الكونغرس الذين لا يثقوا بالموقف الإيراني إيران ليست حليف للولايات المتحدة والعلاقة بين البلدين متأزمة منذ فترة طويلة فأي تغيير في هذا الموقف في علاقة واشنغتون مع تهران ستواجه الكثير من المقاومة داخل الإدارة وخارج الإدارة داخل الحزب الديمقراطي وخارج الحزب الديمقراطي أيضا فلذلك أعتقد أن هذا الجدال سيطول بدون أي شك ولن نرى التأييد سريع وحاسم لفكرة التعاون مع إيران فالإدارة ستواجه تحديا كبيرا أمام الرأي العام الأمريكي إذا ما بالفعل دخلت فيه علاقة التعاون مع تهران بالنسبة للوضع في العراق من التحديات كذلك دكتور الأطراف الأخرى الأمر ليس مقصور على إيران فقط لكن هناك دول أخرى ربما على الولايات المتحدة أن تفاضل بعلاقتها معها مثل السعودية مثلا سأذهب لهذه النقطة لكن ناصر كاظم صار له وقت طويل منتظر على الهاتف يريد أن يشارك ناصر أهلا بك وعذرا لانتظارك وتفضل اطرح وجهة نظرك حول التعاون الأمريكي الإيراني هذا ليس التعاون وإيران ليست المرة الأولى التي تعلن استعدادها للتعاون مع أمريكا السابقة وانت تعاونت معها في حربها على أفغانستان وأيضا في عام 2003 وبشكل علني نحن من الأحواز المحتلة طبعا من قبل إيران ونغر اللغة الفارسية ونجيسها بشكل جدا جيد أو نتقنها ولهذا نغر المواقف الرسمية الإيرانية بأنها وتحدثت كل يعرفا لو لا إيران هذا كلام هم السياسة الإيرانيين لما صغطت بغداد وأفغانستان أو كابل هذه السياسة الإيرانية بالتأكيد هناك مصالح مشتركة تجمع الطرفين أو حينما تلتقي هذه المصالح سوف يكون هناك تعاون أنا أعتقد أنه سوف يكون إيران وأمريكا سوف يكون لهم هناك تعاون في العراق إذا إيران قبلت بالشروط الأمريكية وهنا الأول يكون هناك الملف السوري على طاولة المفاوضات سحب القوات الإيرانية المغاتلة الإرهابية في سوريا من سوريا عفوا وهكذا أيضا من ضمنه حتى أو بين غوثين حزب الله أيضا أيضا سحب قوات المتطرفة الشيعية في سوريا الذين هؤلاء يقومون بدعم بشار الأسل ضد الثورة السورية بالتأكيد لو إيران غبلت بهذه الشروط الحكومة المالكية غبلت بهذه الشروط سوف تكون هناك نتائج عكسية عليهم لأن الثورة لو فرضنا أن الثورة انتصلت سيكون لأهل الثورة هناك موقف من هاتين التولتين أو الحكومتين طيب سريعا جدا في جملة واحدة يا ناصر لأن الشروط التي وضعتها تبدو صعبة فهل تعتقد أن البلدان ستستجيبان لهذه الشروط سريعا جدا إيران لو اخترت مطالحها بالطبع نعم سوف تخضع لهذه الشروط الأمريكية وفي نفس الوقت إيران لديها الشروط بالتالي تطرح هي ما يخص ملفها النووي وتخصيص الضغوطات أو العقوبات الأمريكية عليها أو الدولية بالمغابل أيضا سوف تكون هناك صفقات مع حكومة المالكة كما فعلت في عام 2003 وأنا لست بغض النظر عن الحكومة التي كانت تحت تحكم العراق من قبل 2003 بالنسبة للقوات الإيرانية هي متواجدة في العراق وهناك أدلة موجودة وإلى يوم أمس هناك مراكز تطوع في داخل الأحواض تطلب من المواطنين الأحواضيين للغتال في العراق ناصر شكرا جزيلا وعذرا لمقاطعتك لكن أريد أن أعطي مجال لإلياس يتحدث من ألمانيا إلياس سريعا جدا إطرح وجهة نظرك أرجوك أنا بعد التحية طبعا لحذرتك وليجميع المسلمين أهلا نصحي أما بالنسبة التعاون أو التقارب الأمريكي الإيراني أعتقد هناك يعني يعني كل من لا مصلحتها الإيران أعتقد هو يعني يكون العراقي يعني تحت ظلة يعني لحصة حتى عبير والأمريكي يعني يكون يعني بالمجال النفطي حتى ما تكون هناك أي مشاكل لكل من هم مصلحته لكن هل في المجمل سيصوب بالأمر في مصلحة العراق أم ضده في كلمة واحدة أكيد لا والسعودية ما أنا بالنسبة لي أنا أنا ودي أن أطرح يعني السعودية ليس لها أي مشكلة يعني مدام هناك تكون الحرب في سوريا وفي العراق يعني بالوكالة ما حدها أي مشكلة يعني هذا وجه النظري طيب بموضوع السعودية لأن لأني طرحت على الدكتور خليل بالفعل منذ فترة الآن واندمجنا مع مجموعة من المتصلين فأريد أن أعود بهذه النقطة لك مرة أخرى يا دكتور فكرة أن الولايات المتحدة ربما تجد نفسها مضطرة أن تختار وتفاضل هل تذهب قدما في العلاقة مع إيران أم تفضل العلاقة مع السعودية التي هي منزعجة كثيرا كما يبدو من بعض التصريحات أو حتى من أراء بعض المتصلين التي يبعثونها متصلين من السعودية هل على الولايات المتحدة أن تفاضل أم ماذا طبعا هذا ليس بتحدي جديد بالنسبة لواشنغتن فهي تحاول منذ فترة طويلة أن تصالح وهي تعتقد أن المصالح واردة بين موقفها من طهران وموقفها من المملكة العربية السعودية وهذا كان واضح خلال زيارة أوباما للسعودية فقد تم الضغط عليه بالنسبة لكل هذا التقارب وأبدت السعودية كلكها نتيجة هذه الخطوات التي اتخذتها وما زالت تتخذها الولايات المتحدة في محاولة بناء علاقة ربما أكثر ودا وتقاربا مع طهران فالولايات المتحدة تحاول أن تلعب على الحبلين تحاول أن ترضي المملكة العربية السعودية وتقنعها بأن أي تقارب مع إيران يهمل مصالح المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وثانيا أن من مثل هذا التقارب على المدى البعيد في الواقع أن يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة مما سيخدم مصلحة المملكة العربية السعودية دكتور خليل شكرا جزيلا دكتور خليل جهشان مدير المركز العربي كان معنا مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك دكتور حازم ما زال لديك بعض التعليقات وردت صحيح محمد من بين المشاركات التي وردت محمد تساؤل أحمد حمدي الذي يقول هل من عاقل على واجه البسيطة لا يزال يؤمن بأن إيران وأمريكا على خلاف مشاركة أخرى من خالد تقول التقارب بين واشنطن وطهران هو مجرد زواج متعة محدد المدة مشاركة من عمار كسروي يقول فيها كان التعاون بين واشنطن وطهران سابقا من خلف حجاب أما الآن فقد أزالوا الحجاب وكشفوا عن عوراتهم مشاركة من قاسم الذهب تقول إيران قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها والأمريكان يتعاملون بواقعية وبراجماتية عالية في حل مشاكل المنطقة أخيرا مشاركة من نعمان محمد يقول فيها الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص لا يملكون القرار فهم ساكين وقعوا بين نارين نار صفقة أمريكية إيرانية يكونون فيها كبش فداء ونار حرب قد يذهبون فيها سودا إليك محمد شكرا جزيلا يا حازم هكذا ينتهي نقطة حوار تحياتي أنا محمد عبد الحميد إلى جقعة اشتركوا في القناة